الرئيس الأمريكي دكتور أشوف في أول زيارة لي كرئيس للمنطقة يعني في أول زيارة لي للمنطقة كرئيس أهمية هذه الزيارة، توقيتها، دلالتها، البعض قال إن هي من أجل تصحيح المصار وإعادة العلاقات مرة أخرى تصحيح المصار في العلاقات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط صح لأنه هو كان جو بايدن في الحاملة الانتخابية كان أعلن أكثر من مرة أن منطقة الشرق الأوسط ليست على اهتمامه أو على اهتمام أجندة السياسة الخارجية الأمريكية هل هو كان محقف هذا؟ ربما يكون آه ليه؟ لأن اهتمامات الاتمتحدة الأمريكية أصبحت الآن أكثر في الصين في مواجهة الصين، صعود الصين نخوفها من تصاعد لأننا دائما نفكر في فهم السياسات الدولية ما هي الدولة اللي عندها إمكانيات اللي هي قادرة على تغيير الستاتس كو أو الوضع القائم فالصين هي من الدول دي طبعا منطقة الشرق الأوسط كانت دائما بالسمرار منطقة مهمة للطاقة طبعا ما ننساش أنه في مراكز قوة كبيرة جدا في واشنطن لها اهتمام طبعا بأمن إسرائيل أو بالوصول إلى علاقات سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الدولتين ففيه اهتمام طبعا بالسياسة الأمريكية بينصب على الطاقة وبينصب على حل الدولتين وده السعي اللي بحاول بايدن أن يسعى إليه يعني لما بنجي حل السياسة الخارجية الأمريكية بنفكر دائما في الداخل الأمريكي الداخل الأمريكي منقسم فيه انقسام كبير منذ ترامب وده اللي مخلي يعني الزيارة دي تحديدا فيه كثير من الشك حول تحقيق أهدافها بالشكل المرغوب للشعب الأمريكي أو للسلسل الأمريكيين أستاذ زعزت وفقا طبعا ليه كلام دكتور أشرف هل سينجح في تصحيح بصة العلاقات مع الشرق الأوسط لو ممكن نقول البعض وصف برضو أنه إعادة العلاقات من جديد مع هذه المناطق بعض التصريحات اللي ذكرها قبل كده وما حدث مسبقا من تصريحات ما كانش راضي عنها البعض يعني أنا أتفق مع الدكتور أشرف في مسألة أنه فيه تأثير كبير لداخل الأمريكي على هذه الزيارة وده واضح جدا من الكثير من التصريحات اللي خرجت وواضح كمان من التوجه ناحية مسألة طمقنة الشعب الأمريكي المقال اللي كتبوا بالأمس في صحيفة الواشنط بوست وتصريحات اليوم لجاك سوليمن مستشار الأمن القومي على طائرة الرئاسة كان حدد بشكل واضح أن أمريكا نقدر نقول في كذا مستوى هنا للتعامل في المستوى الأول هي التنافس الاستراتيجي نتكلم عن الدكتور أشرف هي مسألة أن أمريكا في حاجة أنها تتدخل بشكل واضح في الشرق الأوسط لأن هناك قوة أخرى بدأت تعد العدة وبدأت يكون لها مصالح أمنية وعسكرية وده اللي بيقلق أمريكا أكتر من حتى من الجانب الاقتصادي في هذه المرحلة النقطة الثانية أن الشرق الأوسط حسب مستشار الأمن القومي الأمريكي أصبحت منطقة متدخلة مع العالم الخارجي وأصبحت منطقة نفوز بيسعى لها قوة خارجية أنها تمارس نفوزها داخلها بسبب استمرار الاعتماد على الطاقة وأسباب أخرى تتعلق بترتيبات للنفوز في العالم زي ما بتعمل الصين وروسيا المستوى الثاني ده هو المستوى الوقت المتحدة أيضا تشتغل عليه هي مسألة إزاي فكرة إعادة الصياغة العلاقات مع دول المنطقة يعني حتى التعبير المستخدمين استخدموا الأمريكان دلوقتي بيستخدموا لبز إعادة ضبط العلاقات مع السعودية وليس تحسين علاقات وضبط العلاقات بالمعنى أن العلاقات الاستراتيجية موجودة ولكن هناك بعض المشكلات اللي بنحتاج إلى إعادة ضبطها دكتور أشرف أستاذ عزة توصف أنه هيتم من المقرر إعادة صياغة العلاقات البعض المرحلة جديدة في العلاقات أبرز الملفات إيه الأولويات اللي هتكون على مائدة المناقشات لأنه كمان إحنا في قمة مهمة جدا يعني هنشهدها مع بايدن عربية أي تأكيد هو طبعا من أبرز الأشياء المهمة اللي جاية لبايدن رسالة لإسرائيل ورسالة للصعودية يعني إيه عدم التعاود مع الصين يعني فيه تأكيد واضح جدا على أن التكنولوجي الإسرائيلي ميروحش للصين في علاقات كبيرة جدا حصلت بين الصين وبين إسرائيل أم بيك خايفة جدا على أن الصين تتواجد في منطقة الشرق الأوسط ومع حلفائها التقليديين اللي هي السعودية وإسرائيل بالنسبة للصعودية الصين عشان تقدر توقفيها ما تقدرش تاخد نفط كتير والصعودية طبعا كدولة منتجة للنفط ومن أكبر الدول مخزونا في العالم احتياج الصين للصعودية احتياج مهم جدا وستراتيجي أندسة السياسة الخارجية الأمريكية كما عشار عايزت به عادة توجيه لهذه العلاقة كان فيه الأخباط هما يعني دارة بايدن لما جات ليه ما كانتش بتحافظ على العلاقات القديمة وتطورها يعني السعودية يعني حليف مهم في شرق الأوسط ولكن أنا عندي وجهة نظر مهمة جدا هو أن الشركاء الأقليميين اللي هم موجودين اللي هي طبعا المثلث المهم مصر والصعودية والإمارات هم اللي قدوا استقرار للمنطقة الآن صحيح وجعلت الوقت المتحدة الأمريكية تبدأ تعيد صياغة علاقتها وإعادة توجيه طبقا لهذا المثلث القوي يعني احنا ايه قمنا بالواجب بتاعنا كمثلث إقليمي قوي بدأ الصعودية بدأ الوقت المتحدة الأمريكية قبل ما تيجي المنطقة عايزة تشوف القاهرة والرياض وأبو دبي فين وعلى فكرة النجاح الجير مسبوك في هذه الأناقة الثلاثية جعلت هذه الزيارة تحدد ما هي طلبات الدول الكبيرة دي يعني اللقاء اللي هيجمع رئيس الفتاح السيسي وحيجمع طبعا الأردن وحيجمع طبعا المجلس تعاند الخليجي والأراء ده يعتبر تجمع عربي جميل لا نمكر أن مصر لعبت دورا كبيرا وفي الأسر رئيس الفتاح السيسي وزياراته المستمرة منذ رئاساته للدولة المصرية على أن يبلور هذا المثلث ويقوي هذا المثلث مع الأراء مع الأردن في حديث كمان على أن الأردن بتطرح أفكار لتعاون أمني مهم جدا بين الدول حول موضوع إيران يمكن أنا شايف أن موضوع إيران يتطلب أن الأمريكيين يحددوا أجندتهم الأول هم عايزين إيه من إيران يعني ما جيش يطلب مني أنا في العالم العربي أنا هتعمل مع إيران إزاي وكاللين نهاردة تصريحات أوه طبعا بعدين خصوصا أن بوتين بادئ زيارة لإيران يوم 19 يوليو في نفس الوقت اللي بايدن أعلن عن زيارته لوصول إلى الشرق الأوسط احنا نتكلم كده على سباق قوة في منطقة إقليمية كان هناك خطر فيه أنا أفتكر أن بايدن مجبرا على أن يقدم إعادة توهيك كما أشار أعزت به لإعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية تحديدا السعودية دولة مهمة لها مركز إقليمي مهم ليست بكونها دولة نفطية ولكن أولا هي مركز العالم الإسلامي في روحانيات المسلمين على مستوى العالم دي دولة لا يمكن العبث أو اللعب معها بما يتجاوز الحدود السعودية دولة مهمة كما هي مصر دولة مهمة وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من المهم أن تحافظ على الخلافات واللقاء ده هيترتب عليه الكثير أثناء القيام أنا متوقع أنه هيترتب عليه الكثير وحتبق أشياء إيجابية لمصر والسعودية ولا الإمارات لترتيب أوراق المنطقة بشكل أفضل لأن لا يمكن ترك المنطقة لتوجهات كل رئيس وكل إدارة عايزة بي يعني النهاردة ليست مثلا في الفارن بولسي ويقولك إيه ويقولك نرجع لدكتورين أو كارتر اللي هو إرجع إيه خلي أن أمريكا مسؤولة عن الدفاع عن الخليج العاري ما تجيش في لحظة تقولي السواريخ نسحب الباتريت من الخليج ونسيب الخليج بلا استفرار ترجمة نانسي قنقر